اشتركوا في القناة البرج لحال فالان انا بدي احكي برج السرطان واللي طالعهم سرطان فعشان هيك بتسمع برجك وبتسمع طالعك الحلقات نزلت كلها اليوم فعشان هيك موجود طالعك على القناة فممكن ترجع لها وتسمع لا توقعات اما بالنسبة لتوقعاتنا لهذا الاسبوع من مساء اليوم الخميس وحتى مساء يوم السبت القمر بيكون في الجوزاء فعشان هيك الفترة هاي يعني بتشعر ببعض التعب او بنال منك التعب ضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير الى غذائكم وراحتكم بشير القمر الى ركود وتأخير في سير الامور حاذر من التراجع الصحي والمعنوي حاول انك تستريح بعيد عن الاضواء وما تختلق اعذار للهروب من المسئوليات والمهمات طبعا السبب بالضغط هذا ان القمر موجود في بيت المتاعب وما لسه ما وصل لها عندك فعشان هيك الفترة هاي بتكون دائما هي سلبية وبقوة حاول انك انت ما تبدأ باشياء مهمة في الفترة ما بين اليوم الخميس مساء ولغاية مساء يوم السبت ولا تنسى انه برضو الشمس بتنتقل وعطارد بتراجع عندك العمل النفسي بأثر عليك بشكل سلبي بدك تكون منتبه على هاي الامور من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود عندك في السرطان انتو بتكونوا في هاي الفترة مشحونين بالطاقة والنشاط وقادرين على انجاز الكثير من مشاغلكم ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بترتفع المعنويات والاجواء بتكون واعدة بتحمل هاي الفترة اشي واعد بحسم ايجابي او انطلاقة لعمل او صفحة جديدة بتحمل هاي الفترة تقدم واخبار جديدة وبتعيد النشاط الى حياتك اليومية اهم اشي انك انت تدير بالك بس من العصبية اما بالنسبة من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود في الاسد فهنا بصير موجود في بيتك الثاني اللي له علاقة في المال فعشان كل فترة هاي تحمل نوع من انواع فرص لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكو تحذروا من اي خطوة مالية جديدة لاسيما شراء حاجيات ثمينة بتعالج استحقاق مالي بالفترة هاي ما تتسرع بتوظيف الاموال حاول انك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ اهم اشي انك بالفترة هاي تتفائل اما من فجر يوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر بصير موجود في العذراء بيتك الثالث فعشان هيك الفترة هاي بتحمل اشياء الها علاقة بالاهتمامات بالالكترونيات والسيارات وبرضو بامور الها علاقة بالتنقلات بس اهم اشي انك تكونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة اثناء التنقلات بين المدن او داخل المدن ما تدخلوا في نقاش حاد مع اخ او جار بالفترة هاي ممكن يسجل لقاء مهم او اتصال مفيد بتجري ابحاث او مفاوضات ناجحة بالفترة هاي بتقوم بزيارة او بتلاحق عمل ملح وضروري بالفترة هاي فبكون غالب عليك النشاط بشكل كبير خلال هاي الفترة او الفترة المقبلة طالما ان القمر موجود بالمكان هاد معناته انت رح يكون في عندك قابلية لا اقناع اي شخص بوجهة نظرك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء